بسم الله الرحمن الرحيم مع المستشارة الطب والاقتصاد البرنامج و هنتكلم عن الزاتون و فوائد الزاتون الفقر أولى نتكلم فيها على الكابسولا وميزة البرنامج النهاردة jakieś إن الثلاثة فقرات دول السابتين معنا يعني فيهم فقرة دول ساعت sú pasti معنا يعني فيهم فقرة يطلع كل شهر اللي هي فقرة دكتور هاني فرجة المستشارة الطب والاقتصادي معنا دكتور عادي المرتدي الساشيارة الصحة النفسية بيطلع معنا كل 15 يوم و معنا الدكتور محمد راشد الكابسولة اللي بنتكلم على الحساء والمناع بيطلع معنا كل أسبوع بس أنا عايز أقول حاجة قبل ما نبتدر حلقة بتاعت النهاردة هو ليه برنامج صحتك سروتك برنامج غير كل برامج الصحية اللي بتتقدم في كل القناة الفضائية لأن الفريق اللي عمل بتاع برنامج صحتك سروتك هو فريق عمل متخصص احنا بنتكلم في التخصص بتاعنا يعني ينفع النهاردة مثلا أنا أتكلم عن الأكل ما عنفعش أنا أنا مش تخصص في الأكل أنا بيحزني الموضوع ده بيأثر فيها أنه بيكتشف أنه فيه برامج كتير جدا بتتكلم عن ما يخص الصحة والدواء ومع الأسف الناس اللي بتقدم عزي البرامج ناس غير متخصص احنا حيث لو جمعته الخبرات اللي بتتكلم في الدواء والصحة في هذا البرنامج فريق عمل برنامج هتوصل لها مئة سنة لأن احنا نفسنا بنقدم معلومة من خلال دراستنا احنا عشان كده البرنامج ده برنامج متخصص اللي بيقدم البرنامج أو الفريق اللي بيعد البرنامج كلهم متخصصين في الصحة ودواء معلش كانت المقدمة دي لازم أقولها وأنا كان نفسي أداء أقولها من زمان والله بجد لأن أنا اكتشفت أن يعني كل حد بيكلم في أي حاجة وبالتالي مش المعلومة ما بتوصلش اللي مشاهد كما ينبغي لأن اللي بيقدم الفقرة هو مش متخصص في الموضوع دواء فبتطلع الفقرة مش كويسة معلش أنا بعتزت لكل أستاذ زمان على العين وعلى رأسي بس أنا ما ينفعش النهار ده فعش النهار ده هتكلم حتى في الكرة وإن كان ممكن أكون فاهم في الكرة شوية بس ما فعش كان في الكرة أنا باتكلم في مجال تخصصي صباح الفول عليكو نمتدي بقى برنامجنا النهار ده هنمتدي لأول بالكابسولة بتاعتنا ونرحب بالدكتور محمد راشد استشاري الاستشاري العلمي للبرنامج دكتور محمد صعفول عليك فضل لدك محمد صباح النور صباح النور محمد صعفول صباح النور زيك الدكتور لا زي فن مقدمة جميلة جدا وفعلا لابد ان تكون البرامج القايمين عليها اللي بيقدم الفقرات يبقى بتخصص واللي بييجي الضيف يبقى بتخصص عشان تبقى الاستفادة اكبر واعظم خلي بقى لك اصلحة بنتكلم في معلومة في منتهى الاهمية بتكلم في معلومة تخص صحة الانسان صحيح صحيح يبقى لازم وانا بقدم المعلومة انا اكون فاهم وشغلتي عشان يبقى الحوار حتى مسمن حتى حضرك تقدر تسأل كويس واللي مع حضرك يقدر يعني يسمع لكوا السؤال كويس ويفحبه كويس والرسالة توصل بصبوط تكلم بقى في الكابسولة ان شاء الله بيزناء احنا هنكمل كنا نتكلم في الحالة اللي فاتت عن الحسية صح عن حسية الدواء هنكمل النهاردة عن احنا تكلمنا عن حساسية الدواء ويعني اسبابه واعراضه وشكله والكلب ده كله احنا دلوقتي هنتكلم عن استكمال اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت هل تكلم ايه هي هل فيه عوامل او فيه اسباب بتزود الحساسية بتاع الدواء طبعا لو واحد عنده حساسية معينة من حبوب لقاح او نوع معين من المسببات حساسية من القطط حساسية من بعض انواع من الحشرات زي حشرات الفراش كل ده بيزود الاعراض الخاصة بالحساسية لو انا باخد ادوية بشكل عشوائي وبشكل مش بزبوط كل ده بيزود اعراض الحساسية هنتكلم برضوك النهاردة عن موضوع التشخيص التشخيص ده بنعمله ازاي بشكل عام عشان برضوك ما نقولش في التفاصيل معقدة التشخيص يا اما بحكتي يا اما عن طريق اختبار عن طريق اختبار الدم اللي فيه ان انا بدور في جسم الانسان على نوع معين من الاجسام المضادة المتخصص ضد النوع الدواء ده ده اختبار في الدم وفيه على اختبار على الجلد اللي انا بعرض الانسان لهذا المسبب اللي هو الدواء اللي انا شكك فيه ان انا عندي منه مشكلة اه بعرضه على الجلد واشوف رد فعلي الجسم ولكن ده له اشتراطات ومعايير معينة عندي حاجة بتقابيني قد يكون اللي بعد ما عمل هذا الاختبار سواء كان دم او جلد عندي حاجة من التلات يعني ما يطلع الاختبار ايجابي يعني عندي حساسية من هذا المسبب او هذا الدواء تحديدا في هذه الحالة عندي حل من اثنين او من تلاتة الحل الاول اللازم اوقف هذا الدواء واو يتم تغييره بناءا على استشارة من الطبيب لان النوع ده عندي منه حساسية وبالتالي منفعش منه استمر عليه بعي حامل احوال لان في لحظة من اللحظات هكون قاعد لوحدي يخد اي جرعة لان طبعا دي فيها نوع من الواع التورنس او الزيادة في تركيز الدواء مع الوقت يعني ممكن اخد جرعة ده وفيش مشكلة او تأثيرها بسيط ممكن اخد جرعة تانية يبدأ التركيز يزيد فممكن يحصل في لحظة ان انا اخد هذا الدواء وتحصل حساسية بفرضة حيسمها انا فلاكسز العياني يخش في اختناء في قصة كبيرة جدا ما اقدرش اقلم من الموضوع الحالة التانية يمكن يطلع الاختبار سلبي يبقى دي في الحالة دي هو ما عندوش حساسية من هذا الدواء الحالة التالتة ان يطلع الاختبار كويري كده انا مش عارف اذا كان هو عندو حساسية من هذا الدواء او ما عندوش في الحالة دي بيبقى فيه اجراءات معايفة ده اللي ممكن أقول بقى أبدأ أفكر فيه العيان ياخده ولا لأ طب في حالة لما بيجي بياخده لما يجي ياخده برضو بناديه له بجرعات يعني بتعمله حاجة زي يعني أندر سبرفشا بتاحت بلاحظة صارمة جدا لأن طبعا لازم والعيان بياخد هذا العلاج إلا هو فيه شك منه منه حساسية بيبقى أندر كنترول بيئيس الضغط بتاعه بشكل مستمر بيشوف الوظافة التنفس بتاعته بزبوطة بياخد في حدود بتبقى في حدود تلات جرعات بيبدأ يقلل ياخد جرعات بسيطة جرعة اتنين تلاتة لغاية لغاية ما نوصل للجرعة الفعالة اللي هي بيها هياخد الدواء خلاص طمنا أنه ما فيش أي مشكلة يقدر يستمر على هذا الدواء في حاجة تانية في بعض الأوقات دواء معين لازم يغنب نموي في حالة دي بقى لازم يتعمله حاجة اسمها دراج دي سيستيزيشن أو إزالة التحسس من هذا الدواء طبعا ده برضو بيتاخد جرعات بسيطة جدا منه بتبقى بسان خلال كل عشر دقائق ربع ساعة بيتاخد جرعات بسيطة برضو لغاية ما الجسم يبدأ يتعود على هذا الدواء أنه هو ياخده بيحصدش منه ورد فعالة كده احنا خلاصنا منه وخصصة الدواء طريبا عندي فكرة عايزة أقول هلك طب ما تيجي نشوف في بحرة الكابسولة في جسم الإنسان طبنا ده كنت تكلمنا عليه ده دكتور النهار ده حتى تذكرنا كنت جاي ملاتب يعني طبعا استمرارا للسلسلة اللي احنا بتتكلم فيها كنت هتكلم عن عدوة لأنه كنا كلمنا على البكتيريا الأول فرق ما بين عدوة البكتيريا والعدوة الفيروسية ودي شكلها إيه ودي شكلها إيه طب تعالي بقى نتكلم في حالة أنا هقولك فكرة فضل وحيك ممكن الفكرة دي تؤيدني فيها أو تاردني فيها فضل 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 ممكن يبقى حسية في الجهاز التنفس العلوي بعد كده حسية في الجهاز التنفس يعني أخذ الكابسولي من أولها ايه راي والله دي فكرة جميلة جدا ويعني ما عنديش مانع نبتدي النهار ده بحسية الجوب الأنفية نبتدي بحسية الجوب الأنفية بس هو احنا عايزنا في ثلاث دقايق لأن الوقت يدهمنا حاضر احنا بس الأول الجوب الأنفية طبعا احنا زم يعني عشاني فكرة بتاعتك يعني نقدر انه نحنا نتكلم على أول حاجة مثلا لو حاجة في الرأس هنتكلم على حسية الأنف وحسية الجوب الأنفية طبعا مطلع تقدر الأنفية بيبقى كومة شوية جدا 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 ساية شوية لديك التغيير الفصول سريعا احنا دقايق الجوب الأنفية هي عبارة عن فراغات الموجودة في عظم الوجه الفراغات دي لها دور جبير جدا دور في عملية التهوية ترطيب الهواء بش أي هوا هو يخش جاي سوخ لازي بيبرد شوية جاي بارد لازي بيسخل شوية فبيخش في هذي الفراغات له دور في عملية الصوت ورخامة الصوت لكن يعني تلاقي المغني الكويس جدا هتلاقي الجوب الأنفية بتاعته سليمة يعني أي ما بتدور بتاعتها كويس جدا لها أماكن معينة موجودة في الخد موجودة في فوق العين موجودة حوالي الأنف دي كلها جيوب أنفية طيب احنا النهار ده بنتكلم طيب هل في فرق بقى طيب إيه حكاية حسية الأنف حسية الأنف احنا عنا ده ده مجرى المجرى المجرى الحوائي هو ده اللي بيخش منه الهواء ده ممكن يحصل فيه أي مشكلة لتيجا للتعرض لمجموعة من المسببات سواء كان مسببات بكتيرية مسببات فيروسية سواء كان ملوثات كيميائية هذي بقى في بعض الناس بتعبالهمش مشاكل في بعض الناس الأخرى يعني تبدأ بتعبالهم أعراض شيدة جدا لتسبب لهم أي ألم طب إيه هي المسببات لو قلنا حسية الأنف طبعا قلنا كلمة حساسية بيطلع لهم معين من الأجساب المضاد المسببات اللي ممكن تكون موجودة حوب اللقاع والفطريات وبعض الأطعمة وطبعا بعض أنواع الحشرات وكلب ده كله التعرض اللي بيعمل له بيعمل أعراض الحساسية طبعا بيبقى لها في فرق بينها حساسية يبقى عندي سيلان من الأنف سيلان من الألف عندي نوع من بيبقى فيه نعم بيقاش في كحة قوي بيبقى فيه عندي صعوبة في التنفس لأن المجرى المائي المجرى التنفسي ده بيبقى بيبقى قفول بيقى فيه صعوبة في التنفس عندي كمان احنا الجوب الأنفية دي أساسا بيبقى فيها بتفرز بشكل طبيعي جدا إفرز السائل السائل ده بيفرز يعني بنسبة معينة بيحصل لها تسريب من خلف الأنف والحنجرة كله دي أسباب حساسية الجوب الأنفية صح؟ صحيح صحيح تمام احنا خلينا ببنى احنا نكلم عن حساسية الجوب الأنفية خلينا الحلقة اللي جاية هنتكلم عن العلاج وقامت العلاج هنتكلم عنه قايا ما فيش مشكلة يعني ايه النصائح اللي احنا ممكن نديها للمشاهد بتاعنا علشان ما يخشش في حساسية الجوب الأنفية ما فيش مشكلة ولو هو قريدي عنده مشكلة في الجوب الأنفية ايه اللي المفروض يعمله علشان ما يعنيش من أعرض الجوب الأنفية لا في مشكلة إحنا يعني هنستكمل هذا الأمر وممكن إن شاء الله لسا تبقى الحلقة الجاية نقلل إيقان واحد كلام دورنا شبار دورنا تكون محمد رشد في نهاية الكابسولة اللي بتخلص بسرعة ولكن معلش كل الكلام الحالي دائما بيخلص بسرعة روات الحالي بيخلص بسرعة إن شاء الله معدنا الأسبوع اللي جاي بس قبل عشر دائما دلاتي وكابسولة جديدة من كابسولات تكون محمد رشد عزيزي المشاهدين الفقرة التانية هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا موضوع الزتون فائده أهميته إزاي نتعامل معاه إزاي بيأثر على كل الحاجات اللي موجودة سواء كان جاز هضمي سواء كان كبد سواء كان قلب سواء كان تخسيص صورة حرق سواء كان جلد تعالوا نستنونا ونستنى بقى الفقرة التانية مع المستشار الطب والاقتصاد البردامج دكتوراني فرج اللي أنا بستنى دائما الفقرة بتاعته فاصل ونواصل